كل قرار لا توافق عليه إيران لا يمكن للحكومة في بغداد تنفيذه هذا ما قرأته إذاعة صوت أمريكا في تعليقها على الاتفاقيات التي عقدتها أنقرة مع بغداد بعد زيارة أردوغان الأخيرة للعراق مبينة صعوبة تطبيق مذكرات التفاهم المهمة وخصوصا فيما يتعلق بالملف الأمني والاقتصادي الإذاعة الأمريكية تؤكد أن إيران باعتبارها المنافسة الإقليمية الذي يتمتع بنفوذ أكبر في العراق هي التي تساهم في نهاية المطاف في تحديد طبيعة علاقات أنقرة مع بغداد حيث من الصعب أن توافق طهران على أن تصبح دولة وضو في حلف الناتو اللاعب الرئيس في العراق واستغربت إذاعة صوت أمريكا من إقدام حكومة السودان على توقيع مذكرات التفاهم مع أنقرة وأطراف أخرى دون أن تخصص أي تأموال في الموازنة لمشروع طريق التنمية وهو ما يجعل من المستحيل أن تصبح هذه الاتفاقيات طويلة الأمد ما لم توافق عليها إيران العراق باعتباره حديقة خلفية لإيران ومتنفسا اقتصاديا لها لا يمكن أن تساوم على منافس جديد يخلط أوراق التخادم الاقتصادي بين أمريكا وإيران في العراق ففي نظر طهران لا يتحمل العراق لاعبا ثالثا يحضر بقواته الاقتصادية وبدرجة أشد تعقيدا من الاتفاقيات الاقتصادية ترى إذاعة صوت أمريكا أن الاتفاقيات الأمنية بين العراق وتركيا مستحيلة التطبيق بسبب تمتع طهران بعلاقات وطيدة مع حزب العمال الكردستاني عن طريق ميليشياتها الولائية يضاف إلى ذلك أن أي عملية عسكرية ستشن ضد تنظيم حزب العمال الكردستاني في قضاء سنجار ستطال بطبيعة الحال ميليشيات الحشد وهو ما يدفع إيران إلى التدخل لحماية أذرعها الأمنية ما ذكرته الإذاعة الأمريكية يتوافق مع حقيقة أن الحكومات في بغداد مسلوبة الإرادة ولا تمتلك قرارا سياديا